كما خرج سكان تلك المدينة أي مدينة ماسكوري حضرت حجر لميز في مسيرة حاشدة اليوم لمساعدنة وتأييد فخامة رئيس الجمهورية إدريس بيتنو ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الجديد موسى فكي محمد المناسبة جرد بمدان استغلال المدينة هذا مؤبكر إدريس هذه الجمعة الحاشدة تتوسطها كبار الشخصيات في المنطقة والوجهة ومسؤولية الحركة الوطنية للإنقاذ حيث جابت شوارع المدينة في مسيرة تعييدية بدءا من شارع الرئيس وانتهان بميدان الاستقلال لمدينة ماسكوري حيث يوجد حاكم الإقليم أليو آدم عبدالله وبهذا الخصوص فقد قدم عمدة بلدية ماسكوري وهو رئيس اللجنة التنظيمية كرم محمد كوسو كلمة قال فيها إن بلادنا عاشت حين من الدهر لم تعد شيئا يذكر ومنذ عام 1990 شهدت أوجها من التقدم والإزدهار وعرفت على المستويين الإقليمي والدولي هذا وقد تخلل الحفل رفي برقيتا شكر ومساندة إلى رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو ورئيس مفوضية الاتهد الأفريقي موسى فكي محمد حيث قرأت البرقية الأولى النائبة البرلمانية نور الشام رمضان أما البرقية الخاصة برئيس الجمهورية فقد قرأها الأمين العام الإقليم للحركة الوطنية للإنقاذ أب بكر موسى كلي والكلمة الختامية جاءت على لسان حاكم إقليم حجر لميس أليو آدم عبدالله والذي أوضح بأن النجاحة الدبلوماسية الشادية يرجى فضله لله ولفخامة رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو والشاديون عجمى بجال البلاد تتبوى مكانتها وسط المجتمع الدولي وهذه النجاحات تواصلت إلى أن جاء دور رئاسة الاتهد الأفريقي وكذا مكتب مفوضية الاتهد الأفريقي بقيادة موسى فكي محمد ونذكر بأن المسيرة شاركت فيها كافة التبقات الاجتماعية والمؤسسات التعليمية من عربية وفرنسية والجمعيات النسوية